السلام عليكم ورحمة الله برنامج قيادة الحاسب الآلي في البداية رح أبدأ بالتعريف عن نفسي الاسم محمد العبيد دكتوراه في الذكاء الاصطناعي ماجستير في علوم الويب باكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات مدرب في التسويق الرقمي وبرمجة وتطوير تطبيقات الويب والجوال بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وبرنامج قيادة الحاسب الآلي في البداية رح نبدأ في التعريف عن أكاديمية 01 للتعليم الإلكتروني الأكاديمية بتعطي عدد كبير من الدورات في مجال تقانة المعلومات في مجال التسويق الرقمي في مجال قيادة الحاسب الآلي وفي مجال البرمجة بعدد كبير من الدورات في لغات البرمجة مثل لغة البرمجة البايثون والسي شارب والاسبي دوت نيت والجافة سي كريب وغيرها من لغات البرمجة بالإضافة إلى قواعد البيانات مثل قواعد البيانات SQL Server والأوراكل بالإضافة إلى تعليم البرمج للأطفال بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة اللغات الطبيعية وفي مجال الريبوتيكس بالإضافة إلى تطوير وبرمجة تطبيقات الويب والجوال بالإضافة إلى مجال التصميم والمونتاج مثل برنامج الفوتوشوب وبرنامج الإلستريتر أو برنامج الأدوبي بريمير خلال دورة برنامج قيادة الحاسب الآلي رح يكون في عنا حوالي عشرين محاضرة تفاعلية من خلال برنامج الزوم أو من خلال برنامج الجوجل ميت رح يكون في المحاضرات رح يتم تسجيلة وتزويد المتدربين بالمحاضرات المسجلة بالإضافة إلى الكتب الإلكترونية المتعلقة في برنامج قيادة الحاسب الآلي بالإضافة إلى الاختبارات والمشاريع والتطبيقات العملية رح يكون في عنا عشرين محاضرة تفاعلية ودة المحاضرة تسعين دايقات تتخلى لعشر دقائق استراحة رح يكون في عنا ثلاث محاضرات في الأسبوع وفي نهاية الدورة رح يكون في عنا اختبار شامل بالإضافة إلى مشاريع في كل محور من محاور الدورة برنامج قيادة الحاسب الآلي هو عبارة عن برنامج معترف به من قبل المنظمات والحكومات في جميع أنحاء العالم كمعيار لمحو الأمي في مجال تقانة المعلومات بيتضمن عدد كبير من الموضوعات مثل أساسيات الكمبيوتر أساسيات الإنترنت البرامج المكتبية المتعلقة في مجموعة الأوفيس مثل برنامج معالجة النصوص الورد وبرنامج جداول البيانات الإكسل برنامج قواعد البيانات برنامج العروض التقديمية البوربوين تسويق الرقمي البريد الإلكتروني وغيرة من الأمور الأخرى محاور الدورة بيتكون من عدة وحدات في الوحدة الأولى الوحدة الأولى رح نتكلم فيه عن أساسيات الكمبيوتر الوحدة الثانية رح نتكلم فيه عن أساسيات الإنترنت الوحدة الثالثة رح نتكلم فيها عن برنامج معارج النصوص الورد الوحدي الرابعة رح نتكلم فيها عن برنامج الإكسل جداول البيانات الوحدي الخامسي رح نتكلم فيها عن برنامج العروض التقديمي البوربوينت الوحدي السادسي رح نتكلم فيها عن التعاون عبر الانترنت إنشاء الاجتماعات واللقاءات عبر الانترنت والوحدي السابعة رح نتكلم فيها عن الأمن السبراني ويوجد وحدي إضافية تم إضافتها إلى الدورة الوحدي الثاني نتكلم فيها عن الذكاء الإصطناعي في الوحدة الأولى سنتحدث عن أساسيات الكمبيوتر سنتحدث عن المفاهيم الأساسي لتكنولوجيا المعلومات سنتحدث عن مكونات الحاسب الآلي المكونات المادية والبرمجيات سنتحدث عن كافة مكونات الحاسب الآلي من المعالج إلى الذاكرة إلى كرتي الشاشة إلى اللوحة الأوم كيف تعمل هذه المكونات مع بعض البعض مهام كل مكون من هذه المكونات وحدات الإدخال وحدات الإخراج بالإضافة إلى البرمجيات رح نتكلم فيها عن نظم التشغيل بالإضافة إلى أهم البرامج في الحاسب الآلي أيضا رح نتكلم فيها عن شبكات الحاسب الآلي مفهوم شبكة الحاسب، أنواع شبكات الحاسب ما هي الإفادة من شبكات الحاسب الآلي بالإضافة إلى أنظمة التشغيل رح نبدأ في نظام التشغيل ويندوز عشرة رح نتخصص في التحدث عن نظام التشغيل ويندوز عشرة رح نتعلم نظام التشغيل ويندوز عشرة بشكل مفصل بالإضافة إلى لمحة تاريخية كيف تدأ نظام التشغيل كيف كان عبارة عن شاشة سودة بعد ظهر ويندوز 95 وتتالت الإصدارات حتى وصلنا إلى الإصدار رقم 11 أيضا رح نتكلم عن نظام التشغيل الأخرى مثل نظام اللينوكس، نظام الأندرويد، نظام الأي او اس أيضا نظام الماك ولكن رح نتعمق بنظام التشغيل ويندوز عشرة رح نتكلم عنه بالتفصيل في الوحدة الثانية رح نتكلم فيها عن أساسيات الإنترنت رح نتعلم عن برامج محركات البحث مثل برنامج جوجل، برنامج البينغ كيف نقوم بعمليات البحث من خلال برنامج جوجل وخلال برنامج البينغ ما هي متصفحات الإنترنت أيضا رح نتكلم عن البريد الإلكتروني كيفية إنشاء بريد إلكتروني إرسال واستقبال الرسائل من خلال البريد الإلكتروني أيضا رح نتكلم فيها عن وسائل التواصل الاجتماعي رح نتكلم فيها عن البرامج التي ظهرت حديثة مثل برنامج التشات جي بي تي أو برنامج البيرد أو برنامج التشات بوت في البينغ أيضا بوحدة أثاسيات الإنترنت رح نتكلم فيها عن التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي رح نتكلم بالتسويق الرقمي عن كيفية إنشاء الإعلانات الممولة على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا ما رح نفوت بالتفصيل في موضوع التسويق الرقمي رح يكون عبارة عن مبادئ أساسية بالتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية في الوحدة الثالثة رح نتكلم فيها عن برنامج معارج النصوص وورد رح نتكلم عن هذا البرنامج بالتفصيل في الوحدة الرابعة رح نتكلم عن برنامج جداول البيانات برنامج الإكسل أيضا رح نتكلم عن هذا البرنامج بالتفصيل طبعا برنامج الورد وبرنامج الإكسل في كل وحدة من هذه الوحدات سيكون هناك مشروع عملي لتثبيت المعلومات التي تم طرحها في المحاضرة أيضاً في الوحدة الخامسة سنتحدث عن برنامج العروض التقديمية برنامج الباور بوينت الذي يستخدم بشكل كبير في المؤتمرات أو في مجال التعليم أيضاً سنتحدث في الوحدة السادسة عن التعاون عبر الإنترنت من شاء الاجتماعات عبر الإنترنت من خلال برنامج Microsoft Teams أو من خلال برنامج Google Meet أو من خلال برنامج الزوم في الوحدة السابعة رح نتكلم فيها عن الأمن الإلكتروني رح نتكلم على مفهوم الأمن السبراني رح نتكلم عن جرائم الحاسوب رح نتكلم على على دكبير من الجرائم مثل التصيد الإلكتروني أو الاصطياد الإلكتروني رح نتكلم على الإسبام ما هو الإسبام رح نتكلم عن فيروسات الحاسب الآلي ما هو فيروس الحاسب الآلي من الذي يقوم بصناعة فيروس الحاسب الآلي كيفية الوقاية من الفيروسات الحاسب الآلي طرق الوقاية من الفيروسات فيروسات الحاسب الآلي الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروسات الحاسن الآن إلى آخره من الأمور المتعلقة في مجال الأمن الإلكتروني الوحدة الأخيرة رح نتكلم فيها عن مفهوم الذكاء الاصطناعي مجالات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم في مجال الصناعة في مجال الزراعة في مجال الطب رح نتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية طبعا هذا العصر يسمى عصر الذكاء الاصطناعي لهذا السبب قمنا بإضافة الوحدة الثانية يلي تتكلم عن الذكاء الاصطناعي بالرغم من وحدة الذكاء الاصطناعي غير موجودة في ال-ICDL ولكن لأهمية هذه الوحدة قمنا بإضافة الوحدة الثانية يلي تتكلم عن الذكاء الاصطناعي طبعاً في نهاية الدورة رح يكون في عنا امتحان شامل للدورة في حال اجتياز الامتحان بعلامة لا تقل عن 60% وفي حال حضور المحاضرات بنسبة لا تقل عن 70% يحصل المتدرب على شهادة من الأكاديمي وبنهاية الدورة في حال حضور المحاضرات والمتابعة في التطبيقات العملية والاختبار يستطيع المتدرب حجز موعد للامتحان في أي مركز معتمد للإي سي دي إيل وتقديم امتحان الإي سي دي إيل والحصول على شهادة قيادة الحاسب الآلي من المراكز المعتمدة في الإي سي دي إيل تمتم بخير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر